تجمع المستقبل مع طلع الجيش نجوم المستقبل ده اسمه القديم من أول مبارح بس أو من يومين غير اسمه للمستقبل بلا مدير فني لحد دلوقتي وإن كان محمد جمال وكريم حسن شحاتة مدير القورة مع حفظ اللقاب للجميع بالتأكيد كانوا بيديروا اللقاء النهاردة من الجهاز الفني لنادي المستقبل تعادل مع طلع الجيش صاحب الاسم طبعا الكبير في الدور الممتاز والخبرات الكبيرة في الدور الممتاز لكن طبقة هي دي قرة القدم في الجزء الثاني النهاردة من حلقتنا هيبقى معايا كابتن شريف عبد المنعم وكابتن أحمد بلال هنستعرض كل الأحداث اللي خاصة بالاسبوع الأول اللي تلعبت لحد دلوقتي لكن كلامنا بالتفصيل هيبقى على مباراة القمة في الاسبوع الأول مباراة الأهلي والإسماعيلي الأول والتاني في آخر جدول لمسابقة الدور الممتاز 2017-2018 جهات جريشا المونديالي هو اللي هيدير اللقاء الأهلي والإسماعيلي المونديالي جهات جريشا أو الراجل اللي مسلنا في كاس العالم جهات جريشا في كاس العالم ونستخيل الأخيرة 2018 بروسيا هو اللي هيدير المباراة الأولى وده اللي يخليك تروح أهمية اللقاء بالنسبة لإتحاد القورة ولجنة الحكام أنها تسند المباراة لجهات جريشا وهو جايب معنويات كبيرة أوي وقد مباراة كبيرة جدا لو تتذكروها في كاس العالم أكيد يعني مباراة إنجلترا وبانيما وحسب ضربتين جزاء من غير حتى ما حد يقوله في تقنية الفيديو هو الراجل واخد القرار بشكل كبير جدا وجهات جريشا من الحكام الممتازين جدا 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 وأنا أفتكر له مباراة لنهائي 2014 مازمبي والتحدي العاصمة الجزائري وكانت في الجزائر وأدارها بشكل رهيب جدا أو آسف وفاة الصيف ومازمبي وما أدركوا مازمبي في مازمبي يعني مازمبي في الكنغو حاجة طبعا رهيبة جدا مرعبة جدا لكن هو قدرها بمنتهى الكفاءة وانتهى اللقاء بفوز مازمبي ثلاثة اتنين على وفاة الصيف وقدر وفاة الصيف أنه يحرز اللقاء بساعتها فواحدة من اللقاءات المهمة وقدر نهاية كمان أجمع ما بين اتحاد العاصمة جهات جريشا هو حكم مباراة الأهلي والإسماعيلي بيساعده سامير جمال وده واحد من الناس الممتازين جدا كحكم مساعد أول وفتاحها ريشا مساعد تاني وحسن السندبيسي جديد عليها الاسم حكم سندبيسي حكم رابع وطرق سامي وسعيد حمزة حكم خامس جهات جريشا له مباراة قدرها كتير للنادي الأهلي تحت صفارته أو تحت قيادته منها اللي أجاد فيها وبعضها ما أجادش فيها لكن بالتأكيد هو حكم مميز جدا عنده شخصية بيدير بيها اللقاء عنده قيادة في الملعب عنده سيطرة في كل الأمور الخاصة باللعيبة حظه بيبقى معنا في بعض الأوقات ما بيبقاش موفق وضع طبيعي جدا لكن محدش يختلف أبدا على شخصية جهات جريشا على نزاهة جهات جريشا على إمكانيات وقدرات جهات جريشا دي واحدة طبعا من اللقاطات اللي كانت صعبة جدا تتنسي وكانت من اللقاطات اللي أصارت في مشوار الناس الموسم 2014 واللقاطات السلسلة شوية وبعدين امتدت مرة تانية لثلاث بطولات متتالية يعني لو البطولة دي اخدناها كان زماننا دلوقعة 14 لقب متتالي دي واحدة من اللقاطات اللي كانت صعبة قوي وكانت مؤسرة جدا واللي أصارت بالتأكيد في مشوار النادي الأهلي لكن زي ما قلتلكم واحد من الناس اللي بتدير بشكل رائع جدا واحد من الناس الممتازين جدا واحد من الناس اللي هي زي ما قلت بيبعندها شخصية في الملعب وفي القيادة داخل الملعب بالتوفيق بالتوفيق لجهات جريشة بكرة وكابتن سامير جمال وكابتن عبد الفتاح عريشة وكابتن حسن السندبيسي قلتلكوا الاسم الجديد علي بالتوفيق لي وطرق سامي وسعيد حمز لكن عندي نقطة حابب أن أنا أتكلم فيها وحابب أن أنا حضرتكم حتى تشاركوني فيها هو ليه طاقم التحكم بيتم تأخير الإعلان عنه مش فاهمها مش هضمها يعني فيه كتير ممكن يطلع يقول هو كده مش بالضروري أن الناس تعرف من اللي يحكم أي لقاء غير قبلها بـ 24 ساعة أو بـ 22 ساعة أو بـ 10 ساعات والحكم نفسه يعني حتى لو قال لك لا إحنا بنقوله وبيبقى عنده معنون لا سدقوني محدش بيبقى عارف حاجة خالص يعني لا حكم ولا مشاهدين ولا جهاز فني ولا جهاز مسؤول ولا حد في اتحاد الكرة غير لجنة الحكام أو بعض الأسماء اللي موجودة في اتحاد الكرة وده أسئلة غريبة جدا أو يعني إجابات محتاجة أن احنا نعرفها ليه ما بيتمش الإعلان ليه كاس العالم واحدة من أكبر البطولات في العالم وهي الأكبرها من أكبر إيه ده هي أكبر بطولة في العالم كله هي بطولة كاس العالم وإحنا عارفين قوي عارفين كويس قوي إن مباراة مثلا الختمية أو النهائية ما بين فرنسا وكرواتيا الحكم الأرجواني هو اللي هيحكم اللقاء قبلها بتلاتة واربعة وخمسة أيام يعني 98 فرنسا كانت بتلعب البرازيل في النهائي في فرنسا وكنا عارفين إن سعيد بالقول الله يرحمه حكم المغربي الحكم العربي هيدير اللقاء مش هضمها مش عارفها يعني حكم مثلا أنا بحط نفسي مكان للحكم لو أنا راجل مثلا من المينيا ولا من أسيوت ولا من الفيوم ولا من بحيرة ولا من أي محافظة وعايزة سافر أزور أهلي في أي يوم من الأيام يعني هل ينفع وانا موجود في أسيوت مثلا يجي لي تليفون من رئيس لجنة الحكام أو أحد أعضاء لجنة الحكام يقول لي تعالى عندك مطش بكرة مع الأهلي مع الإسماعيلي في اسكندرية مثلا قاطع المسافة دي كلها ما أنا مش هقدر أقول له هتحكم للأهلي يعني مش هتنام الليل يعني هتبقى حريص جدا جدا إن أنت تبقى بشكل كويس ومظهر كويس وتمام فمش هترفض أو للزمالك أو للإسماعيلي فبالتالي يعني مش هترفض فهتاخد مسافة كبيرة جدا جدا إيه الهدف يعني إيه إيه المفروض يوصل للناس إن أنت يتم الإعلان متأخر قوي ليه يعني مش فهمها يعني حتى لو أنت راجل مثلا لقدر الله لقدر الله يعني حصلت حاجة في الطريق لأنت عايز تلحق عايز تلحق سفر وعايز تلحق تكون موجود قبلها بفترة عشان ترتاح طيب بلاش دي يعني الناس عندها استعداد كويس عندها راحة كويس عندها تركيز كويس تروح مشوارها بدري شوية ما تروحش في قطر قبلها وتوصل قبلها بساعتين ثلاثة وتروحها مستعجلة ومتوترة طب ولو واحد بيتمرن يعني أنا بقولك أسباب لو حكم بيتمرن قبلها مثلا قبل إدارة لقاء زي الأهلي والإسماعيلي مثلا ما هو ما يعرفش ما يعرفش ألا المغرب مثلا النهاردة لو بيتمرن هو الساعة خمسة ولا الساعة أربعة تملينا جمدة شوية مواتن يوم ممكن يبقى مجهد جدا يعني طب لو صهران طب لو عنده أي مشوار يعني أنت بتتكلم على شغل على احترافية يبقى لازم الحكم يبقى عارف كويس قوي قبلها بيومين ثلاثة والإسبوع مؤلن ومؤلن لكل الناس وشخصية الحكم هي اللي بتفرد أسلوبها وما تجيش تحاسبنا أو تعاقبنا أو تقول لنا أنتوا اللي بتضيعوا شخصية الحكم وفي مشهد أنا مستني يعني أنا في مشهد أنا مستني ولو أنا نايم ولا حاجة أو مش موجود ونبقى أي حد الله يخليكم أي حد يقول لي بس يا سيد في مشهد كده بتاع كل سنة بييجي كل سنة إحنا مش بنخاف من حد إحنا ما بنترعبش من حد إحنا حكام شرفاء إحنا ناس مش عارف إيه إحنا ناس إيه وبيجي لي رسائل إحنا بيجي لي الرسائل والمباراة شغالة لو اللقطة دي جات أبقولوله الله يخليكم لو أنا مش موجود مش ممكن مسلسل كل سنة كل سنة الحكم ما بيبقاش عارف إنه هيدير لقاء ليه يا عمي ليه وبعدين مش إحنا اللي بنضيع هيبة الحكم إدارة اللعبة هي اللي بتضيع قيمة الحكم صدقوني إحنا أحسن حكام في أفريقيا أنا بقولها عن اقتناع شديد جدا والله إحنا أحسن حكام في أفريقيا وأحسن حكام في المنطقة العربية إحنا أحسن ناس بس الناس دي تاخد حقها تاخد بدلتها تاخد الامج بتاعها تاخد هيبتها الأول ادهالهم إنتوا ادهالهم وبعدين طلبوا الناس تدهالهم يعني مستحيل أبدا يبقى حكم بيروح بقى ألفين جنيه وألفين ونص الكلام ده بطل الكلام ده بطل خلاص أجيل الحكم المكسيكي المدير الفني المكسيكي بمية وعشرين ألف دولار يسيد يعتبر الحكم يعني مدير فني بدل السنة ما هي اتناشر شهر بقت تلتاشر شهر مش هتفرق بقت اربعتشر شهر مش هتفرق يعني الفرق ده لو السنة تلتاشر شهر ولا بيعطاشر شهر المئة وعشرين دولار ولا المئة وعشرين ألف دولار ولا إجمعهم في شهرين كمان هيبقى ميتين وخمسين ألف دولار 350 ألف دولار 400 ألف دولار وزعها على الحكام وزعها على الحكام ادي الناس حقها خد أحسن ناس خد أفضل ناس مش أسماء مقررة 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 مش كده يعني مش كده مش احنا اللي منضيع هيبة الحكام على فكرة الأول اديه للناس حقوقها خلي الحكم يتمنى خلي جيل تاني أو تالت أو لسه طالع يبقى نفسه يكون حكم نفسه يكون حكم مش القيمج بس على فكرة والهبة بس الحتة المادية احنا لسه إيه لمبارح العصور بتتغير والسوابت هي اللي ما بتتغيرش الأرقام بتقول بتقول كلمتها دلوقتي إيه الأرقام هتقول كلمتها مش ممكن يبقى لأساس النمر واحد في المنظومة الحكم نمر واحد دور على أي بطولة محترمة وشوف قدرة تحكمية فيها دور على أي بطولة الحكم بتاعتنا أحسن ناس وأشرف ناس وأنا متأكد من ده متأكد من ده لكن في بعض النقاط لازم توقف عندها دي مش سرية أنا مش فيلم وبوليس أنا يعني مش فيلم وبوليس هتبدأ تستقل يعني لأ البنة النهاردة ولا جهة جريشة ولا الحنة فيه ولا معرفش مين طب آخر اليوم كده ان نقول طب تسلب وجهاد طب تسلب يا جهاد اوعى يا جهاد تقول لحد يا جهاد لحد المطش بيبدأ ولو المطش تلعب برضو ما تقولش طبعا الناس هتشوفوا برضو ما تقولش انت يا جهاد مش كده يعني مش كده هنقف جنبك وهنقف وراك وكل حاجة وهو هتفتكروا ان الكلام ده نقد او هجوم هو ممكن يبقى نقد لكن مش هجوم ومش تجاوز في حق احد مش تجاوز في حق احد وبعدين أنا برضو أنا بقول بقول لوجهة نظري لا بأشوف حد بشكل شخصي ولا بأشوف حد بشكل معين بقول وجهة نظري من النهاردة اطلع أقول الحكام الأجانب اللي هتدير مباريات الدوري في مبارياتين لازم يديرها تحكيم أجنبي وجهة نظري الشخصية وجهة نظري الشخصية الأهل والزمالك كعرف يعني متبع من قديم الأزل أهل والزمالك بحكام أجانب تمام وأهل وبرامتس برامتس هتبع فرقة كويس فيش كلام يعني الناس تبع عارفة كده ومستعدة ان دي فرقة كويس العناصر اللي فيها فرقة كويس تمام فالأهل والزمالك كعرف والأهل والبرامتس كاكوة دول حكام أجاني ومحدش يزعل وبعدين مش واغد من هيبة التحكيم ولا حاجة لقدر أنا لسه بقولك أحسن حكام في الدنيا أو أحسن حكام في المنطقة العربية والمنطقة الأفريقية أوكي؟ لكن عادي جدا ما فيش مشكلة السعودية عاشت فترة طويلة جدا بحكام مش سعوديين وعادي جدا والبطولة بتعدي ما فيش مشكلة يعني مش معنى أنت فيه مباراة أو اتنين بتدار بتاكم تحكيم أجنبي أنه يبقى فيه تشكيك في الحكام لا خالص لا خالص فعشان خاطرنا كلنا يعني إحنا بدقين موسم كويس إن شاء الله موسم ساخن زي ما قلتلكم وموسم مهم جدا وموسم مهم جدا جدا فخليكو خد نفس عميق جدا 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 كده وزي ما قال يعني عارفين إسماعيل ياسيل في فيلم الستات ما عارفوش يكذبه خليك بارد جدا دايما خليك هادي تصرفاتك خليها هادي إدارة الأزمة أهم من الأزمة هتحصل أزمات أكيد وهتحصل مناوشات أكيد لكن ديرها صح الكرسى ممكن تبقى مشكلة بحسن إدارة والمشكلة ممكن تبقى كرسى بسوق إدارة نطلع تقريب خاصة بالأهل وبعدين نتكلم في أخبارنا وبعدين نساء بالضيوفنا كابتن شريف عبدالبليلعم وكابتن أحمد بلاء